رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة صالح كبزابو على مد جسور التعاون مع مختلف المنظمات الدولية وفي طليعتها منزمة الأمم المتحدة عبر وكالتها ومنسقياتها وذلك بما يخدم مسائل التنمية المستدامة بالبلاد وفي هذا السياق فقد استقبل معالي رئيس وزراء الفترة الانتقالية صالح كبزابو بتاريخ اليوم الاثنين العاشر من يوليو تموز الفين وثلاثة وعشرين استقبل المنسق المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة لدى جمهورية شاد السيدة فيوليت كاكيوميا والتي جاءت لمقابلة معالي رئيس الوزراء بغية البحث في زيادة أواصر التعاون وتعزيز جوانبه وكذا إطلام عليه على نتائج زيارتها بشرقي البلاد للوقوف لأوضاع اللاجئين ودعم شاد لمواجهة تدائيات الأزمة دال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة وحضرته أمينة الدولة في الآفاق الاقتصادية والشراكات الدولية مادلين ألينجي وبعض من معاوين رئيس الوزراء فقد أثنى معاليه على الدور الكبير الذي تطال به منسقية منظومة الأمم المتحدة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يخدم شؤون الإنسانية والاجتماعية مطمئنا ضيفته بأن حكومته حكومة الوحدة الوطنية تقدم كل التسهيلات اللازمة من أجل توفير مزيد من التعاون من جانبها ولدى خروجها من المقابلة أعربت فيولتكا كيوميا أن بالغ شكرها لمعالي رئيس الوزراء على حسن الاستقبال مشيدة بالشراكة الراسخة القائمة بين الشاد والمنظمة الأممية والاستيداد الدائم من طرف المنظمة لتقديم الخبرات والدعم الفني والمالي والمشورة في مجالات التنمية مشيرة كذلك فيولت بأن زيارتها لمعاليه تعطي لإطلاعه على نتائج عملهم تجاه أوضاع اللاجئين في شرقية البلاد وأنها جاءت بمئية زملائيها بوكالة حش سير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرهم كل ذلك من أجل الاستجابة لمطالب الدولة الشادية بشأن التداعيات وضرورة زيادة حشد الموارد كما أطلعته بأن الأمينة العامة النائبة للأمم المتحدة أمينة محمد ستقوم في قادم الأيام بزيارة إلى شاد للوقوف على أوضاع اللاجئين والتباحث مع السلطات الشادية حيال مجمل من القضايا تجدر الإشارة بأن المقابلة تأتي تلبية لنداء معالي رئيس الوزراء الذي أطلقه في الغابي والعشرين من يونيو المنصر ترجمة نانسي قنع